بسم الله الرحمن الرحيم معكم مهندس محمد يوسف فيديو جديد في كورس البي سي بي هنكمل كلامنا عن الترانسيميشن لاين احنا اتكلمنا عن الكاركترستيك امبيدنس خاصة بالترانسيميشن لاين وتكلمنا عن البرمجيشن ديلي واتكلمنا عن الديالكتر كونستانت وان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن نقطة جديدة اسمها امبيدنس ماتشنج بالعربي معناها مواءمة المعاوقة المقصود بالامبيدنس ماتشنج لو انا عندي معاوقتين مختلفتين ايه الطريقة او الاسلوب اللي بتتبعه عشان المعاوقتين دولت اللي موجودين في الدائرة يكافؤوا بعض او يساويوا بعض الصورة اللي قدامي دي بتوضح دائرة بسيطة عبارة عن مصدر لجهود الكهرابي مقاومة داخلية خاصة بالمصدر وحمل او لود عبارة عن مقاومة فانا عندي هنا في الدائرة اتنين امبيدنس الاولانية دي خاصة بمصدر الجهد او السورس وهي عبارة عن ريزيستنس طبعا احنا شرحنا في فيديو سابق قبل كده الموضوع بتاع الامبيدنس لا بالتفصيل وقسمناه في جدول فالامبيدنس الخاصة بالمصدر جهد عبارة عن ريزيستنس اخذ الرمز او انترنال ريزيستنس او زد جي اختصار لي جينيريتور اامبيدنس الامبيدنس دي تعتبر المعاوقة بتاعة الخارج الخاصة بالمصدر بتاع الجهد ده لو اعتبرنا ان ده كده مرسل للباور في الدائرة فالمعاوقة دي او الامبيدنس دي بيتقال عليها اوتبوت امبيدنس لان الباور عشان يطلع من السورس لازم هيعدي على الامبيدنس اللي قدامنا دي فده تعتبر اوتبوت او خارج معاوقة خارج او اوتبوت امبيدنس الامبيدنس التانية اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي اللوت الرمز بتاعها هنا عن رسم اه ار ال مختصر لي لود ريزيستنس على اساس ان الامبيدنس دي متمثلة في اه ريزيستنس بس او او زد ال اختصار ليه اه لود اه امبيدنس المفروض ان يطلع عندي باور من المرسل او الترانسيميتر اللي هو عبارة عن مصدر الجهد بالاوتبوت امبيدنس بتاعته والباور دي تمشي خلال المصار الموجودة على الدايرة وتوصل عندي للمستقبل او اللود لو افترضنا ان السورس دوت عبارة عن كومبوننت موجود على البيسي بي واللود ده عبارة عن كومبوننت تاني موجود على البيسي بي وموصل بينهم من خلال ترانسيميشن لاين او التريس اللي موجود على البيسي بي فدلوقتي السورس ده هيطلع منه باور او كومبوننت ده هيطلع منه باور عايزا انقلها ليه كومبوننت التاني اللي على البيسي بي انا اللي يهمني بقى هنا ان ازاي اقدر احصل على اقصى قيمة من الباور المنقولة من خلال المصدر توصل عندي للود او الكمبوننت اللي هستلمها على البيسي بي عشان احقق الشرط ده وحصل على اقصى قيمة من الباور المنقولة فلازم الاوتبت امبيدنس الخاصة بالسورس او الترانسيمتر توائم او تساوي الامبيدنس الخاصة باللود اللي هستقبلها فزي ما اموضح هنا بيقولك الماكسمن باور بيتحقق لما الار ال اللي هي الخاصة باللود بتساوي الار اي اللي هي رزيستنس الخاصة بالمصدر او السورس لو جينا بصينا على الرسم البياني ده فعندك هنا في المحور الافقي دي قيمة الار ال او اللود رزيستنس وعندك هنا على المحور الرأسي الماكسمن باور او اقصى قدرة بيتم نقلها الى اللود فبيقولك ان المنحنة ده هو اللي بيوضح العلاقة ما بين قيمة الار ال واقصى قدرة يمكن نقلها الى الار ال فلو كانت الار ال اقل من الار اي يعني تقع في المساحة ديت الخط الشرط ده ده لما بتكون الار ال بتساوي الار اي زي ما قلنا الار ال مقاومة بتاعة اللود والار اي دي المقاومة بتاعة المصدر فواضح من الرسم لما الار ال بتساوي الار اي بحصل على اقصى قيمة للباور كلما الار ال تقل عن الار اي فانت بتلاقي المنحنة بينزل معايا كلما كلما قيمة الار ال دي تقل عن الار اي يعود الباور اللي بيستلمها اللود تقل طيب بعد نقطة التساوي كلما الار ال تزيد عن الار اي يعني القيمة اللي باعت اللود تكبر عن قيمة المقاومة الخارجية بتاعة السورس برضو الباور هيبدا اي ايل وباستمرار زياده في الار لود عن الار اي يعني الباور معايا يفضل اي ايل فواضح من الرسمة دي او المنحنة ده ان القيمة الوحيدة اللي باقدر احصل فيها على اقصى قيمة لالباور المستلمة بتكون لما الار لود بتساوي الار انترنل طب يا ترى لو الانترنل ريزيستنس تساوت مع الود ريزيستنس زي ما هو موضح هنا على الرسم عشان احصر على اقصى باور القيمة بقى اللي بحصر عليها من الباور دي تساوي كام في المية من قيمة الباور المرسلة يعني دلوقتي عندي المقاومة دي بتساوي المقاومة دي وفي عند باور هيطلع من السورس هيوصل للود كمية الباور اللي وصلة للود هتساوي قد ايه لان في عندي هنا باور هيفقد على الانترنل ريزيستنس طيب قالك الكمية اللي هتصل الى اللود ريزيستنس بتساوي خمسين في المية من الباور المرسلة طبعا ده واضح لو احنا طبقنا نظريات الخاصة بمقسم الجهد عندك هنا مصدر للجهد وعندك هنا في الاخر هم عبارة عن مقاومتين المقاومة الار اي والمقاومة الار ايل فلو المقاومتين دول متساوياتين وحيعدل هنا في الدايرة دي عبارة عن طيار الطيار حيخش على المقاومة دي هيسبب هنا هبوط في الجهد يبقى عندك هنا فرق جهد على الار اي وعندك هنا برضو الطيار حيخش على المقاومة دي فيعمل لك هبوط في الجهد فيعمل لك هنا فرق جهد على الار ايل بما ان المقاومتين دول كل الوحدة فيهم بتساوي التانية والطيار المعد فيهم واحد فلما تدرب الاي في الفي هيساوي هنا الاي في الفي لان الجهد هنا هيساوي الجهد هنا والطيار واحد يبقى الباور المفقودة هنا هي هيها الباور المفقودة هنا وفي الحالة دي الباور اللي انت بتبعتها من الصورس نصها هيروح على والنص التاني يستلمو اللود وفي الحالة دي بقى انت كده بتبعت ليه اللود خمسين في المية بس يعني لو افترضنا ان احنا عايزين نبعت ليه اللود وات باور كونت واحد واط فانت المفروض تطلع من هنا من السورس اتنين واط واحد يروح عند والواحد التاني يروح للود لغاية دلواتي حب نتكلم عن دايرة عبارة عن اوتبوت امبيدنس خاص بالترانسيميتر او مصدر الارسال واللود امبيدنس الخاصة بالكونبوننت اللي حيستقبل الاشارة لسه احنا ما حسبناش الامبيدنس الخاصة بالترانسيميتر دلوقتي احنا بنشتغل على ترددات عالية وقلنا ان التريس لما الموجود على البيسي بي لما بتبقى عليه اشارة عالية بقى انا بتعامل معها على انه ترانسيميتر والترانسيميتر دلوقتي ده هيبقى ليه كاركتوريستيك اللي احنا شعناه في فيديو سابق يبقى انا عندي هنا مبين الاؤتبت امبيدنس الخاصة بالسورس وما بين اللود هتبقى فيه عندك امبيدنس كمان تانية موجودة بتاعة الترانسيميتر طيب عشان انقل الباور من الترانسيميتر واحصل على اقصى باور عند اللود يا ترى ايه بقى الوضع او الشرط بتاعة الترانسيميتر عشان الكلام ده يتحقق ده هنشوف في الاسلاد الجاية انا عندي هنا هو السورس المفروض بقعت لي الباور ده مصدر وده الانترنال بتاعته اللي هي زد شي او جينيريتر امبيدنس وعندك هنا اللود وده الامبيدنس بتاعته اللي هي اللود امبيدنس اللي هي الزل ما بينهم ما بينهم حيبقى فيه ترانسيميشن لين الترانسيميشن لين ده هنعتبر انه هو كو اكسي الكابل زي هو موضح لنا في الرسم ممكن يكون عندك ده عبارة عن تريس على البي سي بي الكو اكسي الكابل ده طبعا داخل عندك في الدايرة ففيه مصارين مصار بيمشي عليها الاشارة والمصاري التاني بتاع الرجوع اللي هو الارضي الكاركتوريستيك امبيدنس بتاعت الترانسيميشن لين اللي هي الزيد او بقولك عشان يحصل نقل اقصى قيمة للباور الى الزيد ايل او اللود يتحقق عندي الشرط ده انه هو الزيد جي او الامبيدنس بتاعت السورس بتساوي الزيد او او بتساوي الامبيدنس بتاعت الترانسيميشن لين بتساوي الزيد او الامبيدنس بتاعة اللوت. فبمجرد تحقق الشرط ده كده انا اقدر احصى على اقصى باور منقولة الى اللوت. طيب في حالة عدم تساوي آآ الامبيدنس ما بين السورس وتنرزمشها اللاين واللوت. ايه اللي يحصل? هيوصل لي جزء من الباور. الجزء التاني اللوت مش هياخته لما بيكون الثلاث معوقات دول متساويين فبقى اخد آآ اقصى اللي احنا كنا بقول له انها خمسين في المية. طب في حالة عدم التساوي كده انا مش هقدر اخد الخمسين في المية لان المعوقات مش كلها متساوية. ففيه جزء مش هيوصل الى اللوت. فالجزء ده يحصل له ايه بقى? الجزء ده يبدأ ينعكس. يحصل له ريفليكشن. ويرجع تاني يمشي على الترانسيمشن لاين. لغاية ما يقش على او يوصل الى السورس. طبعا هو بيرجع في وجود الاشارة اللي طلع من السورس وراحة الى اللوت. الوضع ده بيشكل لي حاجة كمان اسمها standing waves او موجات موقوفة. يبقى عدم التساوي في الامبيدنس ما بين الثلاث اجزاء دول من الدايرة اللي هي السورس والترانسيمشن لاين واللود هيعمل لي ريفليكشن او انعكاس للاشارة المفروض اللود يستلمها. تعالى نوضح الكلام على الرسمة المتحركة اللي قدامنا دي. دلوقتي انا عندي هنا ثلاثة اشارات. على شكل sign wave او موجة جايبية. قدنا كده نبص من ناحية الشمال الاول على الاشارة اللي باللون اللي اخضر. الاشارة اللي باللون اخضر ديت طلع من المصدر. فعنفترض هنا ان الجهة الشمال على يسار الرسمة دي ده المصدر بتاع الاشارة الكهربية. او السورس. والجهة اللي على يمين الرسم ده هيبقى الكمبوننت اللي هيستلم الاشارة. وهنا افترض ان المستطيع اللي قدامنا ده هو الترانسيميشن لين. ودي الاشارات اللي ماشي عليه. فلو جينا بصنا من ناحية الشمال زي ما قلنا. الاشارة اللي لونها اخضر. خليك ماشي معاها كده. دي الاشارة اللي طلع من الترانسيميتر. هتفضل ماشي على الترانسيميشن لين لغاية ما تصل عندي الى اللوت. نظرا لان في عدم توافق ما بين بتاعة اللوت. والامبيدنس بتاعة الترانسيميشن لين. وعدم توافق مع بتاعة المصدر. فيبدأ جزء من يتم مروره الى اللوت اللي هو على اليمين. والجزء التاني يبدأ يعني عكس تاني على المسار بتاعة الترانسيميشن لين. فالاشارة تنعكس وتبدأ ترجع تاني باتجاه المصدر. الاشارة دي بقى اللي هي باللون الازرق. فاللون الازرق ده بيمسل لي الموجة المنعكسة. بتاخد نفس التردد بتاع الاشارة الاساسية. فتفضل الاشارة المنعكسة دي اللي هي باللون الازرق. ماشي على الترانسيميشن لين لغاية ما تصل تاني الى المصدر. يبقى دلوقتي عندي على الترانسيميشن لين في اشارتين. اشارة اساسية اللي هي باللون اللي اخضر دي اسمها واشارة منعكسة جاية من اللود راحة نحية المصدر دي اسمها يبقى عند كده في اشارتين كهربيتين على مصار واحد يبقى الاتنين حيتجمعوا على بعض لان في النهاية ده فولت وده فولت فالفولتين دول ماشيين في سكة واحدة يبقى حيتجمعوا على بعض شكل الجمع بتاعهم اللي هي الاشارة اللي باللون اللاحمر دي اللي بتسمى standing wave فبعد ما كان عندك اشارة واحدة اللي هي باللون اللاخضر ودي هي الاشارة اللي المفروض الكونبوننت بتاع اللود هو اللي يستقبلها لأ ده بقى انت عندك دلوقتي اشارة تانية متدخلة معها للي هي الاشارة المعكسة والشكل النهائي بتاع الاشارة اتغير بعد ما كان ليه قيمة معينة القيمة دي اتغيرت معنى كده انه في حالة عدم حدوث توافق في الامبيدنس ما بين الترانسيميشن لاين واللود والسورس ممكن يؤدي الى خطأ في نقل الاشارة من الترانسيميتر الى الريسيفر او من الكمبوننت اللي حبعت منه الاشارة ليه الكمبوننت اللي هيستلم الاشارة طيب يا ترى الاشارة المعكسة اللي هي باللون اللزرق بيبقى او القيمة بتاعتها قد ايه هل بتساوي القيمة بتاعة الاشارة اللي انا المفروض استقبلها هل بتبقى اكبر منها هل بتبقى اقل منها طيب لو الاشارة اللي جاية لي جاية لي في الجزء الموجب هل برضو الاشارة المنعكس هتبقى في الجزء الموجب ولا في الجزء السالب ده بيتحدد من خلال معامل اسمه ريفليكشن كويفشينت بياخد الرمز جاما اللي ريفليكشن كويفشينت او جاما بيساوي الزل دي اللي هي بتاعة اللود ناقص الزل دي القاركتوريستيك بتاعة الترنسي مشانلاين على الزل زائد الزل القيمة بتاعة ريفليكشن كويفشينت او بتقع في المدى من السالب واحد لغاية الموجب واحد طيب تعالنا كده نشوف امتى القيمة دي ممكن تساوي واحد لو الزل او اكبر بكتير جدا من بتاعة الترنسي مشانلاين يعني الزل اكبر من الزلو تعاوض كده الزل دي اكبر بكتير من الزلو فانا ممكن اهمل الزلو كأنها مش موجودة يعني فرضا مسلا لو الزل دي قدي الزلو الف مرة ف لو طرحت انت الواحد من الالف يطلع تسعة وتسعة وتسعة وتسعين ولو جماعت الواحد على الالف في المقام هتطلعوا ألف وواحد فانا ممكن اهمل هنا الزلو ويبقى عندي الزل على الزل زد ال على زد ال يطلع الناتج بتاع الجاما بيساوي واحد واحد ده معناه ايه واحد ده معناه ان الاشارة المنعكسة بتبقى مية في المية يعني الاشارة الخضرة اللي راحة للود هتنعكس بنسبة مية في المية يعني كلها يرجع تاني وتبقى ليه الاشارة اللوني اللي ازرق يعني انت لو باعت اشارة خضرة دي بجهدي كان تلاتة فولت تلاتة فولت راح يوصل لغة اخر للترانسوميشن لاين يروح وراجعين تاني يبقى اشارة راحة بتلاتة واشارة راجعة بتلاتة يبقى انت كده عندك الجهد اللي موجود على الترانسوميشن لاين ستة فولت والاشارة المنعكسة بتبقى في نفس الاتجاه بتاعت الاشارة الراحة يعني لو الاشارة اللي راحة موجبة بقى الاشارة المنعكسة موجبة لو الاشارة اللي راحة سالبة بقى الاشارة المنعكسة سالبة وفي الحالة دي الكمبوننت مش هيستقبل الاشارة طب تعالي نشوف الحالة التانية الحالة التانية ان لما يكون اقلب كتير جدا من الخاص بالترانسوميشن لاين اللوت إمبيدنس اللي هو زيد إل فلوه لي أقلب كتير من الزيد أو أنا ممكن أهمله فعشيله من البسط وعشيله من المقام يفضل عندي إن الجامة بتساوي السالب زيد أو على الموجب زيد أو فزيد أو تروح مع الزيد أو يبقى واحد وإشارة السالب تفضل عندي يبقى الجامة بتساوي السالب واحد السالب واحد برضو معناه إن الإشارة بتنعكس بنسبة مية في المية بس اتجاه الإشارة هيبقى في اتجاه السالب بمعنى إن الإشارة الخضرة لو اللي راحة في اتجاه الموجب يبقى الانعكاس الخاص بالإشارة اللي بنقوله النزرق هيبقى بنسبة مية في المية وفي الاتجاه السالب فلو إنت باعت من الترانسيمتر إشارة مقدارها تلاتة فولت هتوصل لغاية وتنعكس وتبقى سالب تلاتة فولت يبقى الجود المحصل على الترانسيمشن لاين مجموعة الاتنين التلاتة والسالب تلاتة التلاتة والسالب تلاتة يبقى الجود النهائي زيرو وكده برضو الكمبونت مش حيستلم الإشارة اللي انت بعتها الحالة بقى التلتة واللي احنا عايزين نوصل لها ان الجاما يساوي زيرو امتى الجاما يساوي زيرو؟ لما اللود امبيدنس يساوي الكاركتوريستيك بتاعة الترانسيمشن لاين فلو الز بتاعة اللود امبيدنس ساوة الز بتاعة الترانسيمشن لاين فلما تترحل اتنين من بعض يبقى الناتج صفر صفر على المقام حيبقى الناتج برضو النهائي بتاع الجاما بيساوي زيرو يبقى الزيرو ده يتحقق امتى؟ لو الز اللي بيساوي الز في الحالة دي يبقى مفيش عندك انعكاس وبتحصل على اقصى بور يتم تسليمه الى اللود فيه برامج ممكن تستخدمها عشان تعمل للترانسيمشن لاين طبعا فيه برامج تجارية بفلوس وفيه آآ برامج مجانية ده احد البرامج المجانية الموجودة على الانترنت وده الرابط بتاعه آآ من شركة ممكن تنزله من اللينك اللي واضح قدامك ده بعد بتعمل للبرنامج وبتيجي تشغله بتفتح قدامك بالمنظر ده كده الشاشة دي اللي على الشمال ده حيترسم فيها شكل الاشارة اللي مشي على الترانسيمشن لاين والخط اللي باللون الاخضر ده هو المحور اللي حيترسم عليه الاشارة الشاشة اللي فوق ديت صغيرة ده شكل الاشارة اللي حيبقى جنب السورس المصدر حيتطلع اشارة فهيترسم في الجزئية دي المربع التحت تاني ده حيبقى شكل الاشارة نحية اللود فهيترسم فيه المربع التحت هنا بحدد نوع الاشارة هنا بحدد الامبيدنس بتاعة التلاتة كومبوننت اللي احنا اتكلمنا عليه ترانسيمشن لاين بالاوم اه السورس او الاؤتبوت امبيدنس بتاعة السورس اه خمسة وعشرين اوم ممكن طبعا تبتغير الارقام دي حسب ما انت عايز وتكتب القيمة اللي انت عايزها حسب التصميم او حسب القيمة اللي انت عايز تختبرها هنا بتحدد السرعة بتاعة التحرك بتاع الموجة زي ما هنشوف دلوقتي على الشاشة طيب بعد ما بتثبت البرامترزي بتاعتك هتبدأ تشغل البرنامج هتبدأ الاشارات تطلع هوقف كده عشان هقول بعض التعليقات انت عندك كده ده الترانسيمشن لاين المفروض الناحية اللي على الشمال دي الاشارة طرعا من الترانسيمتر هتفضل ماشية على المحور لغاية ما تصل الى آآ الريسيبر او اللوت فاحنا مختارين سكوير ويف فيبقى ده شكل السكوير اللي طالح احنا قلنا ان الشاشة دي بتبين الاشارة نحية الترانسيمتر والشاشة دي بتبين الاشارة نحية اللوت فاللوت لسه ما وصلوش حاجة الاشارة لسه طلعة وماشية على الترانسيمشن لاين كمل تفضل الاشارة ماشية لغاية ما تصل الى آآ اللوت طيب خلي بالك بقى احنا هنا عاملين قيم مفيش بينها يعني قيمة الخمسين لا تساوي او فبمجرد ما الاشارة وصلت الى بعد ما كان شكلها عاطي على حصل فالاشارة بدأت تنعكس عندك هنا اهو ده شكل الاشارة نحية فالاشارة المناكسة اتركبت على الاشارة اللي مبعوطة من الترانسيمشن لاين ده اللي موجود عندك دلوقتي على ترانسوميتر ليش عليه. ليه مش على شكل ساين وفي زلال السلاز اللي فات. لان اللي ه�� سالسلاج اللي فاتت كانت الاشارة اللي مباعت اترانسوميتر ساين ويف. انك احنا هنا محدديني الاشارة سكوير ويف. فالسكوير ويف اللي مباعت badge من الترانس فاهمتر انه عكست نتيجة عدم التوافق ويبقى بيبقى شكلها بالمنظر. ده شكلك الكل اللي موجود دلوقتي عال الترانسوميتر طيب الاشارة هتنعكس وتفضل ماشية ماشية الغية تم توصل تاني لفين للترانسيمتر طيب هي دلوقتي بقى وصلت للترانسيمتر بقى ده الشكل النهائي اللي موجود على ده بقى اللي حيفضل يمشي تاني ويروح عندي اللوت نسرع السميلشان شوية فده كده يبقى شكل الاشارة النهائية في حالة عدم حدوث توافق ما بين المعاوقات طبعا ده مختلف عن شكل الاشارة الاساسية اللي انت كنت عايز تبعثه فده شكل الاشارة النهائي اللي اللوت يستلمه وده شكل الاشارة اللي الترانسيمتر بيبدأ ابعته طبعا بعد ما حصل فيه انعكاس طيب تعالى نوقف ونخلي كل المعاوقات متساوية يبقى سنخمسين وده خمسين وده خمسين شغل بقى هتلاقي الاشارة طالع هنا سكوير ويف لغاية اما تصل للود ما حصلش انعكاس وزي ما هي طلعة في الرينج بتاع يعني المرة اللي فاتت بتطلع فوق فوق الرينج وبتنزل تحت الرينج انما هنا ما فيش لطلع فوق ولا نزول تحت عن الرينج تعال نغير في قيمة بحيس نخليها قيمة كبيرة جدا بالنسبة دي هي الترنس مش هاللهين خلي مسلا الف خلي دي مسلا اي عشر ونشغل طيب احنا عايزين نرجع تاني ونشوف التأثير من الاول كده هببعد الاشارة الياس كوير ويف طالع من الترنس متر زي ما قولنا شوف بقى لما توصل للنهاية نسرع شوية حصل انعكاس شوف بقى الاشارة كان الرينج بتاعها هليل هنا الرينج بتاعها زاد نتيجة ان في عندك انعكاس خلي بالك لستة العكاس ده شكله كمان حيتغير شوف بيت دي الشكل عاملت ازاي ما عادش على شكل مربع ده بقى كمان مسحوب من فوقه لغاية ما يصل لفين بقى يرجع تاني يرد عند الترنس متر يبدأ الشكل الكل بتاع الاشارة يتغير نهائي شوف الشكل بقى هنا اللي ناحية الترنس متر عامل ازاي ده المفروض ان كانت الاشارة جاية لسكوير ويف من الترنس متر ده الشكل النهائي اللي بيتم استقباله عند اللوت ده هتيجت ان في الجامة تقريبا هنا هتبقى واحد انت هنا مكبر الزدقل يقوم كبيرة جدا عن الزدقل شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم